ضربات جوية لعناصر تنظيم داعش في مناطق العظيم وصلاح الدين وقضاء سامورا عرضها مكتب القائد العام للقوات المسلحة خلال مؤتمر صحفي والتي أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش بالإضافة إلى تدمير عدد من عجلاتهم المسلحة بقول الفريق قاسم عطى مكتب القائد العام طالب أقليم كردستان بتسليم مطلوبين قضائيا بينهم رافع الرفاعي مفتديار العراقية وشيخ علي حاتم نسليمان لتحريضهم على العنف المطالبة لحكومة أقليم كردستان بمنع هذه القنوات من التواجد في أرض الأقليم وكذلك تسليم المطلوبين إلى القضاء العراقي والذين يتواجدون الآن في أقليم كردستان ويقومون بالتحريض ضد القوات الأمنية وفي المقدمة منهم أحمد الدباش وعلي حاتم السليمان ورافع الرفاعي عطى نفى أن يكون أبو الوليد القائد الميداني المسؤول على العمليات العسكرية في قضاء تلعفر قد وقع أسيرا بأيدي تنظيم داعش وأكد استمرار المعارك ضد المسلحين في القضاء أقل لي بأن أنقل إلى الشعب العراقي وإلى الرأي العام بأن الجميع يتمتعون بمعنويات عالية ولديهم صمود وإرادة قوية للتحدي والتحدي بالحاق الهزيمة بالدواعش ومن لفهم من جانبها أعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل وجرح 77 مسلحا في مناطق حزام بغداد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وبمسندة السلاح الجوي تدمير عجلة نوع بيكب تحمل مجموعة إرهابية وقتل من فيها غرب بغداد ثانيا تدمير وكرين للإرهابيين وقتل ثلاثين إرهابي وإصابة عشرين آخرين وتدمير أربع عجلات تابعة لهم في منطقة إبراهيم بن علي من قبل قوة الفوج الأول لواء 24 وبإسناد واضح وبطولي من قبل طيران الجيش مع النفى لوسال الإعلام تعرض مطار بغداد الدولي لأي قصف أو هجوم مسلح وأكد أن حركة الطائرات تسير بشكل طبيعي مطار بغداد آمن والحركة فوق الطبيعية في مطار بغداد بالنسبة لعمليات السفر وكذلك لعمليات وصول الطائرات ومغادرتها وحذرت القيادة العامة للقوات المسلحة وسائل الإعلام كافة من نقل المعلومات أو بث الإشاعات المغرضة كما وصفتها التي تستهدف القوات الأمنية مع وجوب توخي الحذر حين نقل المعلومة للرأي العام زياد نهادة الحرة بغداد ترجمة نانسي قنقر